بس تعالوا الأول نشوف أخبارنا النهاردة وأخبارنا النهاردة في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية وهنبدأ من عند النادي الأهلي كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها عن مستقبل فريق الكرة في النادي الأهلي هتعرفها دلوقتي إزاي كابتن محمود الخطيب بيفكر إزاي شركة الكرة في النادي بتفكر في مستقبل فريق النادي الأهلي تعالوا نشوف وحدة وحدة النادي الأهل يشهد في الفترة الأخيرة اجتماعات مكسفة ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم وبين شركة الكرة بالنادي برئاسة ياسين منصور من أجل التجهيز لشكل فريق الكرة في الموسم الجديد بجانب إعادة هيكلة لجنة التقطيط خصوصا مع بدء عمل شركة الكرة وتم وضع عدة اقتراحات في الأيام الماضية استعرضها رقم 10 يلا بنا تعالوا نشوف أولا هناك اقتراح خرج من شركة الكرة أن يتولى الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ملف الإشراف على الكرة بداية من الموسم الجديد بجانب انضمامه إلى لجنة التقطيط ليصبح عضوا فيها ثانيا شهد اجتماعات الخطيب وشركة الكرة اقتراح بضم أسماء جديدة إلى لجنة التقطيط للكرة مثل علاء ميهوب ووليد صلاح الدين على أن يتواجد الدكتور طاه اسماعيل بدور استشاري أن تكون اللجنة تحت إدارة الكابتن محمود الخطيب سالسا ودي كانت يعني من المفاجآت تم مناقشة اقتراح يتعلق بالكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق أن يكون له دورا استشاريا في ملف كرة القدم كونه صاحب خبرات فنية وإدارية كبيرة حيث تريد الشركة الاستفادة من خبراته في تأسيس التصور الجديد لشكل الكرة في النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة رابعا بخصوص الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة تم اقتراح تنصيبه مديرا رياضيا للنادي خلال الفترة المقبلة وانضمامه إلى لجنة التخطيط أيضا بجانب استمراره كمديرا للكرة بالفريق الأول خامسا اقترحت شركة الكرة أن يتم إعداد وليد سليمان كابتن فريق الكرة عقب اعتزاله بنهاية الموسم لأن يتولى منصب مدير شؤون اللاعبين بالنادي من خلال إرساله إلى أوروبا للحصول على دورات تدريبية تساعده في عمل الإداري الجديد مع النادي يستحق أما عن توصيات واقتراحات خاصة بفريق الكرة فهي كالتالي الاقتراح الأول هناك شبه اتفاق على رحيل بعض اللاعبين سواء بيع نهاية أو إعارة وهم ركز معي ميكي سوني وبرستا وصلاح محسن ومحمود وحيد وكهرباء ومحمد محمود بجانب المفاجأة الكبرى وهو المهاجم محمد شريف وده لغضب مسؤولي النادي الأهلي منه بسبب جلوسه للتفاوض مع مسؤولي الزمالي خلال الفترة الماضية كما أن شركة الكرة لا تمانع في رحيل محمد مجدي أفشا شرط الحصول على مقابل مال كبير يناسب النادي الأهلي ونفس الأمر مع المهاجم حسام حسن الذي تم اقتراح خروجه للأعارة فقط وليس للبيع النهاج كلام مهم الاقتراح الثاني هناك بعض اللاعبين مازال مصيرهم معلق مع النادي ولم تحسم الشركة موقفهم وأول هؤلاء اللاعبين هو المدافع الرمي الربيعة حيث أن البعض داخل الشركة يرى ضرورة تجديد عقده واستمراره والبعض الآخر يطالب برحيله ونفس الأمر أيضا مع المدافع الآخر محمود متولي الذي تم ترك أمره للمدرب البرتغالي ريكاردو سوارش لتحديد مصيره وفي نفس الوقت مازال الموقف من استمرار محمد هاني غامضا حيث إذا لم يتم تدعيم الجانب الأيمن بلعب جديد بجانب أكرم توفيه وكريم فؤاد سيتم إعارة هاني الاقتراح الثالث بعض اللاعبين تم التمسك باستمراره ومعدم رحلهم على رأسهم المالي أليو ديانج هذا إلى جانب وجود نية في استعادة خدمات أحمد ياسر ريان وعدم تجديد عارته مرة أخرى وإن كانت هناك بعض الأصوات التي اتطلبت بعدم بقاءه مع الفريق إلا أن الأقرب هو تواجده مع الفريق خلال الموسم المقبل الأكتراح الرابع خلال الفترة الماضية حصل الآلي على توقيع العديد من اللاعبين هم مصطفى سعد ميسي وشادي حسين لعباء سيرامية كيلوباترة ومحمد حمدي لعب برامنز المنتهي تعاقده مع فريقه وعبد الرحمن رجدان كابتن منتخب الشباب بجانب لعب أجنبي آخر وتتجه النية لإتمام هذه الصفقات بجانب إتمام صفقة لعب أجنبي آخر تم ترشيحه من جانب التونسي أنيس بوجلبان لعب الأهلي السابق ويتكتم النادي على اسمه في الوقت الحالي هذا كل ما يخص النادي الأهلي ومستقبل فريق كرة القدم في النادي الأهلي طبعاً الصفقات الجديدة مش هيدي بس لسه لسه لالف المفاوضات مع لعبين آخرين ولسه في كلام على كثير من اللاعبين حتى الراحلين هي كلها أمور فيها من الحسم الموجود يعني بعض اللاعبين في حسم رحلهم في حسم في موضوع رحلهم وفي لعبين آخرين لسه فيه تفكير هل يبكوا أم يرحلوا عن الفريق أنا قلت لحضراتكم هذه المعلومات حتى هذه اللحظة ربما تتغير الأمور أو يحصل فيها أبديتس في الأيام القادمة الساعات القادمة بس حتى هذه اللحظة هذا ما يدور داخل جدران النادي الأهلي كل ما يفكر فيه النادي الأهلي فيما يخص فريق الكرة سواء عن طريق شركة الكرة أو الكابتن محمود الخطيم من إدارة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر